اشتركوا في القناة 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 وهي تطبيقات الانلاين ومن ضمنها طبعا تطبيق علي اكسبريس وتطبيق امازون وتطبيق علي بابا بس تطبيق علي بابا بيبقى مخصص للتجار يعني للاشخاص اللي هما بيحبوا ان هما يفتحوا مشاريع ويجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي اما بالنسبة لباقي تطبيقات اللي انا قلت لكم عليها زي علي اكسبريس وزي تطبيق امازون وبانجود او تطبيق اي باي فدي تطبيقات مختلفة تقدروا ان انتو تختاروا التطبيق المناسب لكم على حسب سعر المنتج وعلى حسب تكلفة الشحن وتجيبوا منه كل المنتجات اللي انتو عايزينها اما بالنسبة للطريقة التانية وهي طريقة صفحات الفيسبوك دي صفحات بتبقى صفحات اونلاين بتبيع اونلاين وعندها طبعا خدمة توصيل لجميع انحاء الجمهورية وانا شرحت لكم بفيديو قبل كده طريقة الشراء عن طريق صفحات الفيسبوك وطبعا دلوقتي الفيديو هيظهر عندكم في الشاشة من فوق تقدروا ان انتو تضغطوا عليه علشان تشوفوا شرح طريقة الشراء عن طريق صفحات الفيسبوك وطبعا تقدروا ان انتو تطبقوا الطريقة دي على حسب البلد اللي انتو موجودين بيها اما بالنسبة للطريقة التالتة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة عندكم في بلدكم اللي بتبيع الادوات والمنتجات دي طبعا انا قبل كده في المنتدى نزلت بعض التعليقات لبعض المتابعين اللي بيذكروا اسماء بعض المحلات اللي بتبيع الحاجات دي طبعا في بلاد عربية مختلفة تقدروا ان انتو تروحوا على المنتدى وتشوفوا البوست اللي نزل في التعليقات دي ولو اي حد من المتابعين عنده اي معلومة بخصوص المحلات اللي بتبيع الحاجات دي اتمنى ان انتو تكتبونا في التعليقات علشان جميع المتابعين يقدروا ان هما يستفيدوا من المحلات دي وانا طبعا هاخد كل التعليقات دي ونزلها عندي في المنتدى وبس هي دي التلات طرق اللي انتو تقدروا من خلالها انتو تجيبوا كل الحاجات او كل المنتجات اللي انتو بتشوفوها معايا بالفيديو ده وبس دلوقتي حاتبكم مع تكملتي الفيديو ده اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم ما تنسوش ان انتو تكملوا الفيديو ده لنهايته واستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة اسبكم في رعية الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة